أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الباطعة ليس لوقعتها كاتبة خافذة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجها ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشهمة ما أصحاب المشهمة والسابكون السابكون أولئك المكرطون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سر موتون متكعين علينا المتقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاجهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتغون بحور معين كأمثال اللؤلء المكمون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في شجر مغدود وطلح مندود وذل ممدود وماء مسكوه وفاكهة كثيرة لا مبتوعة ولا ممنوعة وفرش مرهوعة إنا أنشانا إن شاء فاجعلناهن أذقارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحمون لا مارد ولا أغفرين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا منا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميخات يوم معلوم ثم إنكم أيها الطالون المكذبون لآكلون من شجر من زبور فمالئون منها البتور فشاربون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرف الهيم هذا نزل يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوطين على أن نبدل أنفالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الكولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحبثون أأنتم تزرعون أو أم نحن الزادعون لو نشاء لجعلنا محطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محبون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلنا مجالا فلولا تشكرون أفرأيتم الناب التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلنا تذكرة تذكرة ومتاعا للمقرين فسبح باسم ربك العظيم فلا أرسل بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب ممنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنسرون فلولا إذا قمتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقابين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من الكذبين الطالين فنزله من حميم وتسلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح بسم ربك العظيم صدق الله العظيم